السلام عليكم للفصل الرابع سنتحدث عن تطبيقات الطاقة الشمسية Solar Energy Application بداية التطبيقات سنتحدث عن العواقص الشمسية والمبدأ الأساسي اللي تسميها باللغة العربية المجمعات الشمسية المبدأ الأساسي لهذه المجمعات الشمسية هو أنه عندما يضرب الإشعاع الشمسي سطح معين يتم امتصاص جزء منه بالتالي زيادة درجة حرارة ذاك سطح يعني هساني عندي هذا أي سطح بليتة من تسقط عليها أشعة الشمس هذه البليتة راح تمتص درجة حرارة الأشعة وترتفع درجة حرارة وتزداد درجة حرارة هذه البليتة حتى إلى أعلى من درجة حرارة الأبين تيمبرجر هنا أنا راح أستفاد من هذه الزيادة بدرجة حرارة بوضع أنابيب ووضع فلود أسفل هذا البليت حتى أستفاد من درجة حرارة مكتسبة من الأشعة الشمسية هذا بصورة عامة المبدأ الأساسي لعمل السولر كوللكتر إذا ردنا نعرف كفاءة هذه السولر كوللكتر على شنو تعتمد؟ تعتمد على ثلاث أشياء مهمة هي كفاءة الامتصاص أولاً هذا البليتة اللي أنا رسمته هذا البليتة من تمتص أشعة الشمس وتزداد درجة حرارة درجة حرارتها فكفاءتها بالامتصاص هي تحدد لي هذا الكوللكتر جيد لو سيء العمل اثنياً كيفية تقليل خسائر الحرارية وعدم إعادة الإشعاع إلى البيئة المحيطة يعني أنا من اكتسبت من هذه البليتة اكتسبت درجة حرارة معينة ووصلت إلى درجة حرارة اتفقنا أنه تكون أعلى من درجة حرارة الامبيان تمبرتشر المحيط الخارجي أنا ما أريد هذه البليتة تفقد حرارتها مرة الأخيرة ترجع إلى المحيط الخارجي أريد الحرارة كلها اللي موجودة بالبيئة أستفاد منها أنا في أعمال حرارية أخرى فإذن شقد ما أقدر أقل الخسائر الانتقال حرارة من البيئة إلى المحيط أن يكون هذا الكوللكتر اللي أشتغل عليه هو جيد أخيراً كيفية استفادة من الطاقة الناتجة في المجمعات للإغراض مفيدة يعني أنا من سخنة البليتة هسا شنو أريد أسوي من عدنة شنو الفائدة من تسخين البليتة فهنا لازم أنا أحدد منهجي وشنو شغلي اللي رح أسوي حتى أستفاد من هاي الطاقة الحرارية اللي سحبتها البليتة إذن هذه لتلف معطيات هذه اللي تعتمد عليها كفاءة أي جهاز كوللكتر سولر كوللكتر نريد أن نشتغل عليه سولر انرجي استخدامات سولر انرجي عندي نوعين من الاستخدامات أما تطبيقات حرارية أو تطبيقات كهربائية يعني أنا السفاد من هذه الطاقة الشمسية إما لتسخين الأشياء أو لتوليد الطاقة الكهربائية إذا ردت تتكلم عن تسخين الأشياء فرح أستكلم عن تطبيقات الحرارية وغالبا بالهيتنج نستخدم شنو سولر كوللكتر المجمعات الشمسية اللي هي الحواكس الشمسية إذا ردنا نتكلم عن توليد الطاقة الكهربائية الكترستي جينيريشن فغالبا نستخدم البي في بانال اللي هي الخلايا الشمسية اللي تحولي الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية مباشرة أنا ممكن أستخدم السولر كوللكتر لتوليد الطاقة الكهربائية لكن على مرحلة ثانية على المرحلة الأولى أولد حرارة ومن مرحلة ثانية أستفاد من الحرارة بتوليد الطاقة الكهربائية لكن البي في بانال لا أنا أستخدم مباشرة الطاقة الشمسية إلى توليد الطاقة الكهربائية إذا أردنا نصنف هذه المجمعات الشمسية إذا أردنا نصنفها لدينا مجموعة تصنيف لازم أن أحدد الوجه لدي التصنيف الأول اللي يسميه يعني تركيز أو عدم التركيز شنو أقصد بالتركيز وعدم التركيز إذا أردنا هذا البرابولك أمامنا عندي عاكس شمسي بشكل على شكل هذا القوس الأشعة الشمسية ستسقط على هذا العاكس ومن ثم تنعكس من هذا العاكس إلى هذا الأنبوب الداخلي إذن ركزت الأشعة الشمسية جمعتها بهذا المجمع الشمسي وعكستها ركزتها عليما على هذا الأنبوب فهذا أسمي concentrating solar collector غالبا بهذا concentrating solar collector إذا اعتبرنا أنه هذا receiver لو اعتبرنا أنه هذا القوس هو receiver مستقبل الأشعة الشمسية وهذا الأنبوب هو observer اللي يمتص الأشعة الشمسية نحن انتفقنا هذا القوس راح يعكس الأشعة الشمسي يعني يستقبل الأشعة الشمسي ويعكسه عليما على الأنبوب الأنبوب هذي راح يمتص هذي الحرارة الشمسية إذن هذي سميت observer وهذي سميته receiver أخذت المساحات مساحة ال observer سميتها A observer وهذا مساحة العاكس الشمسي سميتها A receiver غالبا بالconcentrating بالconcentrating solar collector تكون مساحة ال receiver أكبر من مساحة ال observer هاي دائما تكون مساحة ال receiver أكبر من مساحة ال observer وين في حالة ال concentrating أما في حالة ال non concentrating هي عدم تركيز هنا تكون مساحة ال receiver تساوي مساحة ال observer ليش هسا أنا أما أن تكون بليتة مثل ما اللي أرسمناها بالأعلى أما أن تكون بليتة وتستقبل الأشعة الشمسية ونفسها هاي البليتة تمتص هذه أولا تستقبلها receiver ونفس هذه البليتة تمتص هاي الأشعة الشمسية فهي نفس البليتة راح تكون receiver وراح تكون observer مستقبلة وممتصة فعليه مساحة هذه البليتة المستقبلة هي نفس مساحة هذه البليتة الممتصة أو نوع آخر ممكن يكون البليتة المستقبلة بهذا الشكل وبعدين هذه البليتة تعكس للحرارة على بليتة أخرى بنفس المساحة فراح تكون البليتة المستقبلة مساحة البليتة المستقبلة اللي نسميها A receiver وهذه مساحة البليت الممتصة سميها A Observer فعليه مساحات متساوية إذن اللي أريد أوصل له إنه في حالة Non Concentrating عدم تركيز الأشعة فإنه Area Receiver تساوي Area Observer في حين بالConcentrating في منظومات التركيز فالأريا Receiver دائما تكون أو الأفضل أن تكون أكبر من الأريا Observer تصنيف آخر إذا حبينا أن نصنف Solar Collector إلى تصنيف آخر وفق الworking temperature درجة حرارة اللي ينطين إياها هذا الريسيبر النتيجة اللي ينطين إياها الريسيبر يعني الريسيبر يستلب الحرارة وأستفاد من هاي الحرارة كأن أسخن الماء أحسب درجة حرارة هذا الماء أشوفها شقد فصنفت Solar Collector حسب درجة حرارة اللي ممكن ينطين إياها الـ Collector فالأولى سميتها Low Collectors Low Temperature Collectors أو Intermediate Temperature Collector والـ High Temperature Collector Low Temperature Collector عادة هي أقل من 100 نتكلم عن درجة حرارة يعني إذا مجمع شمسي نطاني درجة حرارة أقل من 100 هذا يعتبر Low Temperature Collector وأمثلتها اللي استفاد منها هي الـ Swimming Pool يعني أستخدم هذه عادة المجمعات لتسخين أو تدفئة مياه المسابح فعادة أقل من المسابح ما أحتاج درجة حرارة عالية ما أحتاج أنه يوصل إلى 60-70 درجة مئوية كل إشكال في هذا الـ Swimming Pool فأستخدم Low Temperature Collector يعني عواكس شمسية تنطيني درجة حرارة منخفضة إذا كان عملي لا أزداد أحتاج إلى درجة حرارة أعلى فأستخدم Intermediate Temperature Collector اللي هو يعني من فوق المئة إلى 150 درجة مئوية وهذا عادة أين أستخدمها؟ أستخدمها بالAir Conditioning والIndustrial Heating من أريد أسوي عملية تدفئة على سبيل المثال إلى المنازل فتدفئة المنزل الآن حتى أحتاج درجة حرارة ما تتجاوز 150 درجة مئوية لأنه أنا أسخن الهواء بعدين الهواء رح يصير به تبادل حراري ويه المحيط الداخلي في داخل المنزل طبعاً رح يصير عندي لوسز وهوية بالطريق يعني ما رح توصل إلى 150 درجة مئوية كلها إلى غرفة المنزل فرح أستفاد من عمليات التدفئة وفي عمليات التبريد أيضاً بالمستقبل رح نتكلم عليها شلون أستفاد من Solar Collector في عمليات التبريد فرح أستخدم الانترميديات أما إذا أحتاجت درجات حرارة قالية اللي هي فوق الميتين ديجري سيليزي هذه عادةً وين أستخدم أحتاجها في توليد الطاقة الكهربائية هذا اللي تكلمنا عليها بالأعلى هنا قلنا إنه بالهيتنج أبليكيشن يعني ممكن أستخدم Solar Collector لتوليد الطاقة الكهربائية لكن أولاً أحول الإشعاع الشمسي أحولها إلى طاقة حرارية وبعدين الطاقة الحرارية أحولها إلى طاقة كهربائية في حين PV panel رأساً تستلم الإشعاع الشمسي وتحولها إلى طاقة كهربائية فنحن نتكلم هنا بهذه المنطقة فالشيء اللي رح يصير إنه أنا إذا أريد أولد طاقة كهربائية يعني أحتاج إلى درجات حرارة أعلى من ميتين ديجري سيليزي فرح أستخدم High Temperature Collector هنا هذا الجدول يطيني فد ملخص إلى أنواع العواكس الشمسية والConcentration Ratio بعدين رح أتكلم عن هاي شنوية الConcentration Ratio والرينج لدرجات الحرارة فيقولي الفلات بلايت كولكتر على سبيل المثال غالباً ما يطيني أقل من سبعين ديجري سيليزي هذا اللي نستخدم الSwimming Pool والHigh Efficiency Flat Plate Collector نستخدم Flat Plate Collector ذو كفاءة عالية هذا إذا أحتاج إلى درج حرارة من 60 إلى 120 ديجري سيليزي أكثر من هذا ما يطيني بعد الفلات بلايت كولكتر إذا أريد أكثر من هاي القيمة لازم أحول على غير أنواع من الكولكترات اللي هو الفيكست كونستريتر أو البرابولك ترف كولكتر أو البرابولك ديش كولكتر أو سينترال ريسيفر فهذا الفيكست كونستريتر ريطيني من 100 إلى 150 البرابولك ترف كولكتر ريطيني من 150 إلى 300 طبعاً هذه وجهات نظر يعني هذا القيم اللي موجودة حسب البحوث العالمية الموجودة لكن بعض البحوث وصلت من البرابولك ترف كولكتر على سبيل المثال وصلت إلى 500 وإلى 1000 ديجري سيليزي لكن بالحالة الطبيعية ممكن إحنا نوصل بالبرابولك ترف كولكتر إلى 350 ديجري سيليزي وإذا ردنا درجة حرارة أعلى فرح نستخدم البرابولك ديش كولكتر اللي هو ينطيني من 150 فما فوق لحد تقريباً 700 ديجري سيليزي وأخيراً السترال ريسيفر كولكتر هذه اللي ينطيني من 500 إلى 1000 ديجري سيليزي هذا الجدول تكلمنا عنيه رح نشوفه هنا بشكل أوضح هذا الفلات بليت كولكتر هذا الأمامكم فلات بليت كولكتر عبارة عن صفيحات السلم الأشعة الشمسية وتنتقل هذه الأشعة الشمسية إلى أنابيب موجودة بالداخل وفي داخل هذه الأنابيب سائل الوركينج فلود يعني شنو أريد أسخن أسخن هواء فأدخل بداخل الأنابيب هواء أريد أسخن الماء أدخل في داخل الأنابيب الماء فهنا هنا هذا سخان شمسي يدخل الماء في داخل الأنابيب وراح تكتسب هاي الأنابيب درجة حرارة من خلال البليتة اللي موجودة على السطح ويجمع الماء الساخن في هذا الخزان هنا للسكيماتيك هذا شوي يوضح لي الأمور أكثر هذه الأنابيب اللي موجودة بالداخل وأخلي فوق الأنبوب أخلي البليتة الأشعة الشمسية راح تسخن هذه البليتة ومن ثم تنتقل الحرارة من البليتة إلى هذا الأنبوب اللي يدخل في داخله الووتر أو الهواء اللي أنا أريده أسفل البليتة أنا أخلي عازل الغاية من عنده أنه حتى ما يفقد هذا الأنبوب يفقد الحرارة اللي يكتسبها يطيها بالجهة المقابلة يفقدها وهي المحيط الخارجي بعد ضفت لي فوق غلاس كوفر هذا واحد وهذا اثنين طبقتين من الزجاج الغاية من عندها أنه حتى أقل الخسارة لأنه أنا هذا البليتة من اتفقنا من ترتفع درجة حرارة بعدها نقوم تفقد من هذه الحرارة وهي المحيط الخارجي بسبب الفرق بدرجات حرارة بينها وبين المحيط الخارجي فيصير عندي لوسز بدرجات حرارة فحتى أقلل هذا اللوسز بدرجات الحرارة أغطي هذه المنظومة بالجلاس كوفر وطبعا كل ما أزيد الجلاس كوفر كل ما تزداد عملية تقليل الخسارة هذا بالنسبة للفلات بليت إذا تكلمنا عن البرابولك ديش كولكتر هذا البرابولك ديش كولكتر عبارة عن صحن ورح يستلم الأشعة الشمسية هذا الصحن ويعكسها في نقطة واحدة مثل ما تشوفون بهذه الشكل فهذه النقطة هاي النقطة أنا أخلي اللي هي سميها الريسيبر أو الأبزيربر الممتص فهذه النقطة رح أما أن أخلي بيها هواء أو أخلي بيها الماء اللي أنا أريد أسخنه فترتفع درجة حرارة هذا البرابولك ديش كولكتر أما يعني عملية تركيز بالبرابولك ديش كولكتر عملية تركيز نقاطية يعني يركز الأشعة الشمس على نقطة واحدة من نتكلم عن البرابولك ديش كولكتر هذي البرابولك ديش كولكتر اللي عبارة عن صحن بشكل لعف برابولك ترف كولكتر صحن على شكل برابولك فهذا البرابولك ترف كولكتر رح يستلم أشعة الشمسية بهذا الشكل ويعكسها على هذا الأنبوب اللي موجود بالمنتصف هذه الأشعة الشمسية تجي هنا وتنعكس هنا مثل ما تشوفو هنا وتنعكس والانعكاس بالبرابولك الترف كولكتر رح يكون على انعكاس لينير خطي يعني ما رح يعكس لي على نقطة واحدة مثل ما صار بالبرابولك ديش كولكتر وإنما رح يعكس لي على شكل يعكس لي شمس على شكل خط مستقيم واني أخلي بهذا الخط المستقيم أخلي الأنبوب الريسيبر أو الأوبزيربر الممتص أخليه بمطابق على هذا الخط الشمسي حتى استفاد من درجة الحرارة أخيراً السنترال ريسيبر هذا السنترال ريسيبر يعني منظومة حقيقة مخيفة لأنه ترتفع درجة حرارة تصل إلى ألف درجة مئوية مثل ما شفنا بالتيبل بالأعلى الريسيبر التانكي اللي أريد أني أسخن بيه الماء أخليه على برج عالي بالأعلى ورح أركز عليه هذه العواكس اللي موجودة مثل ما شفونها هذه عبارة عن مجموعة عواكس مركزة على هذا البرج لتسخينه فترتفع درجة حرارة تصل إلى ألف درجة مئوية ممكن تقتل أي حيوان طائر ممكن يدخل في هذه المنطقة بسبب الإنقاسات الشمسية إذا ردنا نتكلم عن تصنيف آخر للسولار كوللكتر اللي هو السن تراكينج بمعنى بمعنى أني عندي سولار كوللكتر مجمع شمسي ثابت ما يتحرك مثل الفلات بلايت كوللكتر والشمس تتحرك هاي الشمس منها تتحرك كذا من الشروق بهالشكل لحد ما تغرب فتشوفوا هنا تنطيني الإشعاع بشكل مائل وهنا تزداد درجة الثيتا إلى أن توصل الثيتا إلى تسعين اللي هي أقصى قيمة تنطينيها أشعات الشمس ودرجة الحرارة وهذا تكلمنا عليها بالمحاضرات السابقة أو بعدين تبدي هذه الزاوية تقل إلى أن توصل مرالوخ إلى الصفر هذا سمي نون تراكينج أو مونتينج اللي هو ما يتتبع الشمس بحركته في حين عندي التراكينج اللي هو ممكن الدش يعني البرابولك دش كولكتر والبرابولك ترف كولكتر ممكن أخليه تراكينج بمعنى شنو معنى تراكينج؟ يعني يتبع حركة الشمس الشمس شون تتحرك؟ هذا يتحرك وياها خليه لما طورات لتحريكه باتجاه الشمس بحيث دائماً أنا أخلي الثيتا تساوي تسعين دائماً أخلي الثيتا ما تتساوي تسعين ويطيني أعلى درجة الحرارة فهذا التراكينج ممكن يكون سنجل أكسس وممكن يكون دبل أكسس شنو الأقصد بالسنجل أكسس والدبل أكسس؟ لأنه سأني عندي هذا العاكس الشمسي اللي هو الدش على سبيل المثال أنا ممكن أحركه للأعلى وللأسفل اللي هي زاوية الألتتيوت أو أحركه يمين ويسار اللي هي زاوية الأزمة فإذا كان تحريك مالتا فقط أعلى وأسفل فأسميه سنجل أكسس وإذا كان تحريكه أعلى وأسفل ويمين ويسار فأسميه دبل أكسس من ريد نتكلم عن العاكس شمسي إذن تكلمنا عن البرابولك دوش كوللكتر قلنا البرابولك عبارة عن بلييته بشكلriel برابولك به الشكل ويستلم الإشعاع الشمسي وينعكسه وقلنا الدش عبارة عن صحن بهذا الشكل هذا الصحن يستلم الإشعاع الشمسي ويعكسه في نقطة معينة طيب الآن نازم نتكلم عن نوعية المادة اللي أستخدمها في هذا يعني نوعية البليت اللي أستخدمها بالدش وبالبرابولك تراف كولكتر وكذلك بالفلات بليت كولكتر أنا دائما أحتاج إلى نوعية مادة تكون الامتصاصية مالتها عالية والإنعكاسية مالتها قليلة هذا إذا دع أستخدم وين؟ دع أستخدم الريسيبر الأبزربر يعني الأنبوب اللي يمتص الحرارة وينقل هالما لازم يكون الامتصاصية مالتها عالية والإنعكاسية مالتها قليلة حتى ما يعكس لي شيء من الأشعة الشمسية العكس صحيح أنا من أجي أريد أصنع هذا البليت هذا العاكس الشمسي أنا أريد إنعكاسية عالية بهذا العاكس الشمسي وإنقصاصية قليلة فالمادة بصورة عامة قسمها إلى ثلاث أقسام قال لي أنا أعدي بالمادة أما رفلكتنس اللي هي الرو اللي نسميها الإنعكاسية أو الأبزربتنس اللي هي الألفة اللي نسميها الإمتصاصية أو الترانسميتنس اللي هي التاو اللي نسميها النفاذية فإذا على سبيل المثال لو عندنا هذه البليتة أو هذه قطعة الزجاج هاي اللي موجودة أمامك راح تسقط الأشعة الشمسية جزء من عدها راح يصير بـ رفلكتنس الإنعكاس وجزء آخر راح يصير بـ أبزربتنس يمتصى هذا الزجاج اللي هي الألفة وجزء آخر راح يصير بـ تاو راح يصير بـ نفاذية ينفذ من عنده الجزء الآخر مجموع هذي التيرمات الثلاثة الرفلكتنس والترانسميتنس والأبزربتنس هذي لازم تساوي واحد حاصل ضرب هذاني الثلاثة للملاحظة نسميها الأوبتيكال أفيشينسي ورح نتكلم عليها بالمحاضرات القادمة إن شاء الله نبدي بالتطبيق الأول للطاقة الشمسية اللي هو الفلات بليت كولكتر وهذا بالمناسبة راح يحدد لي أكثر يعني يطيني المسار لحساب الحسابات الحرارية لبقية الأواكس يعني من نفهم الثيرمال كالكوليشن الخاص بالفلات بليت كولكتر راح يكون علينا سهل جداً إنه نفهم الثيرمال كالكوليشن بخصوص البرابولك أطراف كولكتر ما راح نعيد الكلام عن آلية العمل اللي نتكلمنا عليه بالأعلى بالنسبة للبرابولك العفو بالنسبة للفلات بليت كولكتر يستخدم المجمعات أو الفلات بليت كولكتر من أحتاج درجة حرارة أقل من 100 درجة مئوية حيث أنه البليت هو راح يمتص الإشعاع الشمسي قلنا وينقلها المن يحولها إلى الأنابيب والأنابيب راح تنقل الحرارة إلى السائل الموجود بداخل الأنابيب اللي آني أحتاجه راح أسخن السائل اللي موجود بداخل الأنابيب إذا ردنا نشوف شنو الأجزاء اللي يتكون من عندها الفلات بليت كولكتر احنا كلها ستتكلمنا عليها لكن بشكل مفصل هنا راح تكون موجودة أمامك ضرورية هذه لأنه ممكن ينطلب من عندك أجزاء الفلات بليت كولكتر مع الشرح مالتها أول شيء الـ Transparent Cover الـ Glass Cover هذا اللي وضعنا التي قلنا بأن هذا يكون فائدة ووجود هذا الـ Glass Cover علوم حسنا إذا نرسم هناله 闪نا من الفلات بليت كولكتر عندك أجزاء الفلات البليت كولكتر اصاب تنقل الإي في بلات البليت البيتة هنا من راح تسقط الأشعة الشمسية راح يسخن هذا الأنبوب وتنقل الحرارة إلى الأنابيب هذه البيتة من تسخن ترتفع درجة حرارتها تصل إلى أعلى من درجة حرارة المحيط طيب أنا أعرف من يصير جسميا واحد حرارته عالية واحد حرارته واطئة فرح يصير عندي انتقال حرارة من منطقة الحرارة العالية إلى منطقة الحرارة الواطئة طيب أنا عندي المحيط الخارجي درج حرارته على سبيل المثال خلي نقول 30 درجة مئوية وهذه البليت وراء ما حميتها بفعل الإشاع الشمسي وصلت حرارتها إلى 50-40 درجة مئوية فتكون حرارة أعلى من حرارة محيطة فعليه وفق القاعدة راح تفقد حرارة هاي البليت تفقد هاليوين إلى المحيط الخارجي راح يصير بها تبادل حراري بينه وبين المحيط الخارجي فيصير عندي لوسس أنا هذا اللي ما أريده فاش سويت جيت خليت قطعة من الزجاج اهنا غطيت هذه الكل اكتر شنو الفائدة فائدة السفادية انه منعت انتقال حرارة بالكونفكشن الفورس كونفكشن انه هذه من معرضة لمحيط الخارجي اذا معرضة لتيارات الهواء يمر عليها الهواء وراح يصير بيها تبادل حراري الهواء فعني من خليت الكوفر مناعت الفورس كونفكشن خليت فقط يصير عندي شنو فري كونفكشن انتقال حرارة الحر حتى اتخلص ايضا من الفري كونفكشن اقدر اسوي افاكويتد افرغ هاي المسافة بين البليتو بين البليتو بين الجلاس كوفر افرغها من الهواء فراح امنع حتى الفري كونفكشن فما رح يصير عندي تبادل حراري لكن بعد شنو رح يصير عندي يصير عندي انتقال حرارة بالاشعاع لانه هو هذا زجاج شفاف وهذا رح ينقل حرارة بالاشعاع الزجاج شنو فائدته الزجاج انه رح يسمح بمرور short wave radiation وما يسمح مرور long wave radiation هذا رح استفاد من عنده انه رح يقلل من الهيتلوسز هاي رح نتكلم عليها الفقرة بشكل تفصيلي بالمحاضرة بالقادم من المحاضرة ان شاء الله الآن رح يجي وراء ما تكلمنا عن glass cover يجيني الabsorber plate هذه البليتة اللي تبتص درجة الحرارة وغالبا هذه البليت تكون عبارة على صفائح رقيقة وهذه الصفائح مصنوعة من مادة موصلة لازم تكون للحرارة كانت تكون ألمنيوم فولاذ نحاس لان المعدن الموصل يعني رح ينقل لي أكبر كمية من الحرارة إلى الأنابيب اللي بالأسفل بعض الأحيان هاي نحتاج نحتاج أنه نصبغ هذا البليتة هاي البليتة اللي موجودة هنانا نصبغها باللون الأسود حتى شنو حتى تمتص أكبر كمية يعني نعرف الجسم الأسود هذا الكلام كلام هيت ترانسفير يعني نعرف أنه جسم الأسود يمتص أكبر كمية من الطاقة الحرارية طبعا أفضل بليتة نستخدمها أفضل بليتة من نسبة لنقل الحرارة هو النحاس لأنه ثيرمال كوندكتيبيتي مالتها عالية يمتص أكبر كمية أو ينقل أكبر كمية من الحرارة الأنابيب ممكن نشوفها بهذا الشكل هذه البليتة التي أتكلم عليها وهذه الأنابيب ممكن البليت يلحم بجوانب الأنابيب بهذا الشكل ممكن البليت يغطي الأنبوب من الأعلى ومن الأسفل المهم أن يكون عندي تاتش بين الأنبوب وبين البلية حتى ينقل لي الحرارة ممكن انبوب تكون بهذا الشكل وممكن انبوب تكون بهذا الشكل اللي موجودة امامكم هيت ترانسبورد يتكلم عن الفلود اللي موجود اللي يدخل هنا بهذه الانابيب اما اتفقنا ان يكون سائل او يكون هواء يعني حسب المادة اللي انا اريد اسخنها وبالاسفل عندي حسب الرسم هذا بالاسفل عندي الانسوليشن العازل الحراري اللي اخلي حتى ما تفقد الانابيب من الحرارة اللي تكتسبها الى المحيط الاخ خارجي من جهة السفلة هسا نريد نتكلم عن انواع الفلات بلايت كولكتر بالنسبة الى استخداماتها عندي الانواع عندي الـ Liquid Type Collector وعندي الـ Air Type Collector شنو هذاني الثينيين هذه الـ Liquid Type هذا الـ Liquid Type Collector وعندي طاقة شمسية هذا الـ Flat Plate Collector يدخل الـ Liquid يعني يكون سائل راح يصغل نتيجة سقوط اشعة الشمس عالية يدخل السائل بدرجة حرارة عالية اخليه بخزانات هنانا استفاد من عنده للـ الـ الـ الغسيل الماء الدافئ اللي يحتاجه في داخل المنزل وبعدين عندي تانكي اخر اللي هو يحتوي عن الماء البارد هذا شنو ادخله بـ Pump حتى يضغط لي الماء يدخله مرة ثانية بالـ Collector ليسخن و تستمر هذه الدورة هذا بالنسبة الـ Liquid Type اما بالنسبة الـ Air Type اللي غالباً ما يستخدم بالـ المنازل تشوف انه الهواء يدخل الـ Flat Plate Collector ويتعرض الى أشعة الشمس ويسخن و يدخل الهواء يدخل داخل منزل يتمع بتانكي هسه يخرج من التانكي بواسطة بـ Pump حتى يدخله بـ Heat Exchanger بمبادل حراري شي يجعل بهذا المبادل الحراري يدخل Cold Water ماء بارد هذا الماء البارد يسخن بفعل حرارة الـ الهواء اللي موجود فيخرج عندي ماء حار استفاد من عنده فيه الماء المنزلية والماء البارد اللي يدخل هنا جزء من عنده يسخن و جزء الاخر يدخل الى تانكي اخر و الى مضخة اخرى حتى يدخل يا وين في داخل الـ Solar Collector حتى يسخن و تستمر هذه العملية الآن نتكلم عن الجزء الاهم اللي هو Thermal Calculation انا اعتقد انه بالتسجيل القادم نتكلم عن Thermal Calculation و نكتفي بهالتسجيل اللي صارت بحدود 30 دقيقة شكرا جزيلا شباب شكرا جزيلا موسيقى 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 موسيقى